تعمل الحكومة على طرح 20 ألف رأس ماشية طازقة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها إلى 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة وذلك بمناسبة عيد الأطحى المباركة قالت وزارة التموين أنه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ كما سيتم إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية ب16 محافظة بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين بالإضافة لتوفير 2400 طن من الدواجن المجمدة